السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد في مادة الفوكابولر ومع المعاني التي يمكن أن تأخذها الكلمة أو ما نسميه بي la denotation أو المعنى الأولي أو الأصلي أو اللغوي للكلمة و la connotation أو المعنى المصاحب أو المعنى اللساني للكلمة إذن أجل أن نتعرف على هذه النوعين من أنواع المعاني إذن مجموعة من الكلمات لها نوعين من المعاني المعنى اللغوي والمعنى اللساني المعنى اللغوي والذي يسميه الفرنسيين ب la denotation c'est le sens donné par le dictionnaire et qui est connu par tous les utilisateurs de sumo بمعنى هذا المعنى هو الذي يؤتى من طرف المعاجم والذي يعرفه كل المستعمل لهذه الكلمة فمثلاً اللون الأبيض la couleur blanche c'est l'un des couleurs qui existent dans la nature بمعنى هذا اللون المعروف الموجود داخل الطبيعة لكن حينما ننظر إلى المعنى المصاحب أو المعنى اللساني أو ما يسمى بالفرنسية ب la connotation فهو معنى يضاف إلى المعنى اللغوي والذي يعبر عنه ضمنياً في هذه الكلمة ويتعلق بالثقافة يتعلق بالدين يتعلق بالسياق فمثلاً اللون الأبيض الذي تكلمنا عنه من قبل يمكن أن يعبر عن السلام يمكن أن يعبر عن الحق هذا هو المعنى اللساني والمعنى اللغوي